قصتك يا دعاء فتحت قدامنا أكتر من ملف مهم بخصوص المرأة المصرية الملف الأول هل من حق الأهل وليه الأمر أنهم يتحكموا في قبول أو رفض أي عريس يتقدم لبنتهم؟ هل من حقهم يرفضوا العريس ده حتى لو كانت البنت عايزاه؟ طب وحتى لو كان العريس كويس وخلاص ما يتعايبش هل من حق وليه أمرها؟ شرعاً أنه يرفضوا؟ السؤال ده جواب عليه من فترة قريبة جداً مولنا الإمام دكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف وقال أن وليه أمر البنت سواء كان والدها أو أخوها أو عمها مش من حقه أنه يمنع جواز البنت من رجل كفء ومناسب إذا لم يكن للمنع سبب مقبول وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها وقال فضلت الإمام كمان أن تعنت وليه أمر البنت وحرمنها من رغبتها في الزواج من شاب مناسب بحجة أن الأهل حطين عنهم مثلاً على شاب تاني غني أو من عائلة غنية ده أمر غير جائز وغير مقبول يعني بالبلد كده بقى نتكلم عادي حق وليه الأمر في أنه يتحكم في جواز بنته مش أمر مطلق طول الوقت ولو كان العريس مناسب وهي موافقة بيه وما فيش سبب للرفض يبقى رفض وليه الأمر مش في محله أنا أسفة الملف التاني بقى اللي فتحته رسالتك يا دعاء هو حق البنت البكر الرشيد في أنها تجوز نفسها بدون موافقة أهلها وده موضوع شائك ده صراع فيه فريقين في مصر بيتخنقوا على طول الوقت قال لك إيه بقى مؤخراً نبرة الخلاف والتحدي عالية قوي بقت أعلى شوية الفامينست أو مناصري حقوق المرأة شايفين أن طالما البنت عدة سن الرجد وتقدر تشتغل وتسافر وتكون مسؤولة عن مصاير ناس زي أنها دكتورة أو مهندسة فما ينفعش وإحنا في عشرين وواحد وعشرين نخلي حق جوازها والموافقة عليه في إيد وليه أمرها اللي ممكن يكون ركزوا في الحتة دي أقل منها في الشهادة أو الفكر أو المنصب زي ما إحنا بنقول مش كده يعني تبقى مستقلة لكن مش كده تعالوا نقول لكم رأيه تاني لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وبالأزهر قالت أن الزواج الخالي من الولي من الولي وليه أمرها والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وهذا لا خلاف فيه أضفت كمان بقى لجنة الفتوى إيه بقى في إيجابتها عن السؤال أنه حكم الزواج بدون والي أو الشهود إيه هو؟ لو حصل معشرة في هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب إثم عظيم متخيلين؟ وعلى صحبة اللي حصل ده يعني صحبة الأمر الافتراء فوراً والندم على مكان والعزم على عدم العودة متخيلين؟ دلوقتي بقى أنا نفسي أسمع الفامينستس اللي بيطالبوا بحق البنت في إنها تجوز نفسها بدون إذن وليه أمرها طب رأيكم إيه في قصة الدعاء؟ نحن قولنا الراجل يحب الستة اللي تعتمد على نفسها ويعتمد عليها ميشيل سترونج اندبندنت وومن المصطلح اللي طلع والفامينستس اللي مع المرأة في أي حاجة رأيكم إيه؟ شفنا كلنا ندعاء رغم كل زعلها وأزماتها مع أهلها حصل إيه في النهاية؟ ملهاش غيرهم ملهاش غيرهم رحت لهم ساعدوها الملف التالت بقى ملف العنف ضد المرأة التهديدات اللي عملت استقبلها من جزء أو الطليق ده بعد ما انفصلوا الحوادث اللي بنسمع عنها تعذيب تشويه بمية نار ومأسويات عايز أقول لكم إن فيه تقرير أصدروا المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال فيه إن خمسة مليون اسمعوا رقم كيس قوي خمسة مليون وستمائة ألف إمرأة بيعانوا من العنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا واثنين مليون وربعمائة ألف ست تخيلوا أصيبت بنوع واحد أو أكتر من الإصابات نتيجة للعنف ده إيه في إيه؟ وإن المليون زوجة بتسيب منزل الزوجية نتيجة للعنف على يد الزوج أرقام صعبة ومقبضة وكتير قوي قوي بس لمطمني في الموضوع ده كله إن الدولة بتتحرك في المسألة دي وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة بملف المرأة جدا ودلوقتي بفي حاجة اسمها تمكين المرأة وبقواقف جنبها أنا فاكرة جملته كويس لما قال إن مصر بتبزي الجهود للتمكين المرأة المصرية ومكافحت كمان مظاهر العنف ضدها بكافت أشكاله الأرقام تخض صح؟ كل اللي فات ده ملخص وإيه دعاء إن اللي بتدور على جواز لمجرد إنها تهرب من بيت أهلها بقى بنشوفهاش اللي في قصة حقيقية بتبقى بتخرج من حفرة لحفرة عشان الجواز عمره مكان هروب أو حل في حد ذاته الجواز يعني طرف تاني هتسلمي نفسك هيحبك ويدلعك لو ما كنتش عرفاه ودرساه وحسبك كل خطوة معاه تبقى كده بتسلمي نفسك للهلاك زي ما حصل مش للسعادة اللي بتدوري عليها يا دعاء الواحدة مننا كبيرة بأهلها مهما كانت مشاكلهم وتصرفاتهم يوم ما يظلموها أو يجوا عليها أو يعدوا حدودهم معاها في عندنا قوانين ومؤسسات موجودة زي المجلس القومي للأمومة والطفولة المجلس القومي للمرأة يا ستي وغيرهم كتير كان ممكن تلجأي لهم كانوا ممكن يساعدوكي لكن نروح نهرب ونتجوز من وراهم تخيل لي حد من عيالك عمل كده ده لأ وألف لأ سمعتي معنا كلامة دكتور والمداخلات اللي حصلت في البرنامج كمان عايز أقولك على حاجة ممكن تكون قصتك دي عبرة وعزة وعارفة أن أنت ممكن تكون يبعتها لكده أنت خايفة على نفسك وخايفة على عيالك بس ممكن تكون يبعتها بتقولي الناس كتير لبناك كتير لما تهربي هيحصل لك كده وفي الآخر راحت لأهلها الواحدة مننا كبيرة بأهلها ده أنت لما تتخنقي مع أهلك ما تقوللوش ما تقوللوش الأسباب ما يتدخلش من بينك وبين أهلك دول اللي هيقفولك لو هو عمل أي حاجة الدم عمره ما يبقى ميا أو في الآخر أبوها خدها وحنن قلبه عليها بس هي كانت عاملة كارسة صغري قدام الناس وتتجوزي من وراء ما هو كان لازم يبقى زعلان برضو خلي بالك من عيالك لا يعملوا كده لأنه كما تدين تدين ويرب تكونوا كلكوا سمعتوا القصة وتعلمتوا هتهربي هيحصل فيك المأسويات اللي شفناها دي ما شفناش إلا كده وهستنى منك يا دعاء رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي إيه وهستنى من كل اللي تفرجوا علينا وسمعوا قصة دعاء يبعتوننا ويقولوننا إيه رأيهم ينفع تتجوزي من غير موافقة أهلك ده إحنا بنسمع كل يوم قصص ده أنا حواليا ناس قد كده وفي الآخر جريت على أهلها ليه؟ لأنها مبقتش تسوى في نظره الواحدة مننا فتكره الواحدة مننا كبيرة بأهلها ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بقى أبطال تانين في قصة حقيقية باي باي